موسيقى قالت مصادر يمنية مطلعة ان الامارات حولت ميناء بالحاف الذي يضم اكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب في شبوى الى ثكنة عسكرية ومركزان لتدريب مجاميع مسلحة تتبع ميليشيا الانتقالي التي تتلقى دعما منها وكشف احمد حارث الخبير الفني والهندسي في الشركة اليمنية الحكومية للغاز الطبيعي المسال لموقع العربية الجديدة عن قيم جهات تابعة للتحالف في اشارة منه للامارات بتعطيل انابيب وخطوط الربط بين مواقع انتاج الغاز في قطاعات ثمانية عشر المحاذية للمناطق التي تقع عليها موانئ تصدير مثل بلحاف في شبوى طلب رئيس الدائرة الاعلامية لتجمع اليمنى للإصلاح في عدن خالد حيدان نقبت الصحفيين للتضامن معه ضد حملة التحريض التي يتعرض لها من قبل المدعو صالح باللغبر الموالي لميليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات ودع حيدان النائب العام للتحقيق في الواقع محملا باللغبر مسؤولية ما قد يحدث له او لأفراد اسرته جراء ذلك التحريض اطلق نشطاء حقوقيون واعلاميون ومثقفون مساء الاحد حملة الكترونية لأحياء الذكرى الرابعة لجريم البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثية الانقلابية بحق اربعة من شيوخ قبائل الامر مديري الذيناء بمحافظة البيضاء وتهدف هذه الحملة الى كشف وفضح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثية بحق ابناء المحافظة والوطن وايصال ذلك للرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية تحتها اشتاق اربعة اعوام على الغدر بمشائخ البيضاء منعت ميليشيا الحوثية الانقلابية ناشطين من توزيع لحم الاضاحي في العاصمة صنعاء بذريعة عدم حصولهم على تراخيص خاصة من قبل ما يسمى بهيئة الزكاة التابعة لها وقال مصدر محلي ان ميليشيا الحوثية اقدمت على منع الناشطين وعامل اغاثة من توزيع الاضاحي واختطفت عددا منهم بذريعة التعرف على مصادر التمويل الخاصة بهم اعلنت سلطات الصحية في الحكومة الشرعية تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاج جميعها في محافظة حضر موت وبحسب تقرير للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا مساء الاحد فانه لم تسجل اي حال التعافي خلال الساعات الاخيرة طلب محافظ البنك المركزي اليمنى احمد عبيد الفضلي من لبنان ايجاد حل ارصيدة البنك اليمنى العالمية في المصارف اللبنانية في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي اللبناني مع ارتفاع حدة الازمة المالية والاقتصادية وذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان محافظة البنك المركزي ارسل خطابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب منه وضع حل ارصيدة تبلغ نحو ثلاثمائة مليون دولار تخص التزامات الناشئة عن احتمادات مستندية مغطاة من الواديعة السعودية لم يتم ايجاد حل لمصيرها وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي محافظي مأرب وابين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الامطار وسيول بسرعة اتخاذ تدابير لازمة لاغاثة المتضررين والنازحين وساكني القيام لتجاوز تبعات اثار الامطار وسيول التي تشهدها اليمن في عدد من المحافظات والمناطق وما ترتب عنها من تداعيات واضرار وشدد الرئيس خلال اتصالاته بالمحافظين على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميداني المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والموسى لكل الضحايا وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ توقع مركز الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الغائمة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة وهطول الأمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية كما حذر من تدفق السيول والانهيارات الصخرية كما حذر المركز في نشرته الجوية أن الأرض ستكون رطبة ومشبعة بمياه الأمطار مما يسهل في تدفق السيول كشفت كشفت وثائق مسربة أن السعودية كانت على علم بكل تحركات ميليشيا الحوثية الإنقلابية قبل سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء بأكثر من عامين وبحسب الوثائق التي نشرها موقع الجزيرة نت فإن التقارير الاستخباراتية للسعودية رصدت نية وخطة ميليشيا الحوثي لسيطرة على صنعاء بمساندة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لكن السعودية لم تحرك ساكنا وتركت ميليشيات الحوثي وصالح تتقدم وتطيح بالحكومة الشرعية قتل وأصيب مدنيان أحدهما امرأة برصاص ميليشيا الانتقالية الإماراتي بمديرية جعار التابعة لمحافظة أبيان وبحسب مصدر محلي فإن قوة من الميليشيا دهمت منزل في مدينة جعار وقتل عقب الشباك مع مسلحين مالك المنزل وأصيبت امرأته دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة من السيول وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وأثر الأمطار وسيول ووجه الوزير فتح في تصريح اليوم الاثنين السلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار والرفع بتقارير عاجلة والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية في تلف الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة والشاملة نفت منظمة أطباب لا حدود تسجيل أي حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين لديها في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثية الإنقلابية وأكدت المنظمة في بيان مساء الأحد سلامة موظفيها العاملين في المركز الصحي وعدم إصابتهم بأي أعراض مشابهة لكورونا استنكرت الحكومة اليمنية حملات الإساءة المنظمة التي تستهدف رموز الشرعية اليمنية من قبل بعض الصحفيين والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وقال مزر مسؤول في وزارة الأعلام ونشرت وكرة سبأ الرسمية اليوم الاثنين إن الإساءات صادرة مؤخرا عن بعض الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف قيادات الدورة والرموز الوطنية والجيش الوطني مرفوضة جملة وتفصيل ونابع عن جهل مطبق بالشأن اليمني استشهد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة إثر انفجار لغم زرعة ميليشي الحثي الإنقلابية بالقرب من منازل سكان في قرية قضبة بمديرية دريهم جنوب الحديدة مصادر محلية قالت ليمن شباب إن لغما من مخلفات ميليشيا حثي انفجر بدراجة مواطن يدعى أحمد علي الأهدل ما أدى إلى استشهاده مع اثنين من أطفاله وهما عبد أحمد 12 عاما ويعقوب أحمد ذات العشرة أعوام أطلق سكان محليون في مديرية الوادي بمحافظة مأرب اليوم الاثنين تحذيرات من خطر يتهدد منازل ومزارع سكان يتجه نحو مناطقهم السيل الناتج عن فيضان سد مأرب وقال الصحفي علي عويضة وهو أحد سكان منطقة النقيعة بمديرية الوادي على صفحته في الفيسبوك إن عشرات البيوت والمزارع ستكون في دائرة الخطر في حال زيادة مياه السد المتجهة غربا